اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى ساعتنا الأخيرة لهذا اليوم وفي عنوينها لهذا المساء اذا في عنوين الساعة الأخيرة لهذا اليوم فاتصال هاتفيا مع الرئيس روحاني الرئيس الأسد يعز إيران حكومة وشعبا بشهداء العمليات الإرهابية الأخيرة وايضا في عنوين الساعة الأخيرة لهذا المساء وحدات الجيش تسيطر على مناطق وقرى في ريف دمشق الشرقي وريف تدمر الشرقي وريف الرقة الغربي وفي عنوين الساعة الأخيرة أيضا لهذا اليوم تأجيل اجتماع أسطنى المقبل بشان سوريا إلى العشرين من الجاري بشكل مبدئي الساعة الأخيرة بدأت أهلا بكم الساعة الأخيرة الرئيس بشار الأسد يعز في اتصال هاتفي مع الرئيس حسن روحاني إيران حكومة وشعبا بحشداء العمليات الإرهابية الأخيرة ويؤكد ودانة سوريا لهذه الهاجمات الإرهابية المجرمة ووقفها وتضامنها مع إيران وأكد الرئيس الأسد في اتصاله الهاتفي مع الرئيس روحاني وقوف سوريا إلى جانب إيران صفا واحدا في محاربة الإرهاب وتضامن المطلق والثابت مع الجمهورية الإسلامية شعبا وحكومة مشيرا إلى أن لجوء الإرهابيين وأسيادهم إلى هذه الأساليب الدنيئة نابع من فشلهم من النيل من إيران وشعبها بأي طريقة كانت فلجوا إلى أداتهم التي أوجدوها لمحاولة فرض تغييرات سياسية تخدم مصالحهم معكدا على أن النصر سيكون حليفة سوريا وإيران في محاربة هذا الإرهاب الشرس ميدانيا أعلن مصدر عسكري فرض السيطرة الكاملة على كامل المنطقة الممتدة من المحطة الحرارية إلى تل دكوة مريف دمشق الشرقي وذلك بعد عمليات مكثفة نفذتها وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة ضد مواقع التنظيمات الإرهابية سقط خلالها العديد من الإرهابيين بين قتيلا ومصاب يتقدم الجيش العربي السوري في المنطقة المحاذية للاتجاه الجنوبي الشرقي لضمير في العمق الممتد مع البادية تقدم جاء إثر تكتيكات سريعة وحاسمة نفذت بعد جهوزية كاملة ودراسة عميقة لمختلف السيناريوهات حولت الأرض التي حاول الإرهابيون الاستفادة منها إلى مقابر لهم في ظل الانتصارات الساحقة والمتلاحقة للجيش العربي السوري على امتداد ساحات الوطن تم اليوم السيطرة على تل دكوي بالأمس تم السيطرة على تل العبد جنوب شرق أضمير وفي اليوم تم السيطرة على تل دكوي بالإضافة للتلال المحيط به وغدا سيتم السيطرة على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية دنسها الأرهابيين والأرهاب سيطرة الجيش على تل العبد شمال تل دكوي وعلى رجم الإبل ورسم صبحة إلى الغرب منه أمن تنفيذ الالتفاف الناجح على التل وسهل عملية السيطرة عليه في الوقت المخطط له تل دكوي يعتبر من المناطق الهامي حيث يبلغ ارتفاع تل دكوي 948 متر فهو يؤمن سيطرة عالية وأشراف ومراقبة بشكل قوي على كافة المناطق المحيطة به تنفيذ المناورة بالنيران والحركة واستخدام الأرض أفضل استخدام مكن عناصر المشات والدبابات المختحة من التغلغل السريع في عمق دفاعات الإرهابيين مع الاستفادة من نيران الإسناد المدفعي على ضوء اختيار أفضل المواقع لعزل العدو بالنيران والكماية الجانبية للمشات أثناء التمشيط وفي رفي حمص الشرقي وسعت وحدات الجيش العربي السوري نطاق سيطرتها في البادية بعد عمليات عسكرية مكثفة على مقرات وتجمعات تنظيم داعش الإرهابي مصدر عسكري أكد أن وحدات الجيش استعادت السيطرة على منطقة العباسية وحمامات زنوبية الأثرية جنوب شرق تدمر بنحو 30 كيلو مترا ولفت المصدر إلى أن العمليات أسفرت أيضا عن إيقاع العديد من الإرهابيين قتل ومصابين وتدمير أسلحة وعتاد حربي لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 احبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجمات ارهابية لتنظيم داعش على النقط العسكرية في المحور الجنوبي لمدينة دير الزور واوقعت في صفوفه خسائر كبيرة بالافراد والعتند كشف الكاتب البريطانية جوليان بورغر ان عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء الغرات التي يشنها ما يسمى التحالف الدولي في سوريا والعراق بزعم مكافحة تنظيم داعش الارهابي ارتفع منذ وصول الرئيس الامريكي دونالد ترامب بورغر اوضح في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية ان الولايات المتحدة اعلنت خلال الاشهر الثلاثة الاولى من تسلم ترامب للرئاسة الامريكية عن 60% من عدد الضحايا المدنيين لغرات تحالف واشنطن واعترفت بمقتل 484 مدنيا رغم ان تقارير كثيرة اكدت ان هذه الاحصائيات اقل بكثير من العدد الحقيقي لضحايا الغرات الاجنبية اشتركوا في القناة اكد وزير الدفاع الروسي سرقيا شويغو ان نظام وقف العمليات القتالية صامد في جميع مناطق تخفيف التوتر في سوريا رغم وجود بعض الخروقات التي يتم رصدها وعبر شويغو خلال لقائه مع المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان ديمستورا بموسكو عن شكره للمبعوث الاممي على استجابته للدعوة الروسية لاجراء مشاورات اضافية حول الوضع في سوريا لافتن الى ان دعم ديمستورا لعملية استانا ولسيما عندما تم تبني المذكرة الخاصة بمناطق تخفيف التوتر في سوريا جاء بنتائج مهمة بدوره اشار ديمستورا الى وجود فرصة جيدة لتحقيق نتائج ملموسة في المحادثات السورية في الفترة الراهنة مضيفا ان تحقيق تقدم في تنفيذ القرارات المتخذة في سياق عملية استانا سيزيد من فرص نجاح عملية جنف استانا الخامس يؤجل بسبب تعنط النظام التركي ومحاولاته الحفيثة للعرقلة ونائب وزير الخارجية روسي مخايل بوغدانوف يعلن ان العشرين من الجاري هو الموعد الاولي يحيى كوسا اتصالات مكثفة بين الدول الضامنة الثلاث لاتفاق مناطق تخفيف التوتر روسيا وإيران وتركيا والدولة المضيفة كازاخستان سبقت اعلان نائب وزير الخارجية مخايل بوغدانوف تحديد العشرين من حزيران الجاري موعدا مبدئيا بدلا من الثاني عشر منه لاجتماع استناء الخامس حول سوريا اعلان تزامن مع وصول الرئيس فلاديمير بوتين الى العاصمة الكازاخستانية السناء لحضور قمة منظمة شانجهاي للتعاون والتي تناقش قضايا اقتصادية الا ان الازمة في سوريا والتصعيد الامريكي والارهابي الاخيرين ضد سوريا وايران مواضيع ستفرض نفسها على القمة فموسكو تراكم نجاحاتها في مكافحة الارهاب في سوريا وتنصق الجهود بين جميع الاطراف لحل الازمة في سوريا كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه بالمبعوث الدولي ستيفنديم السورة مشيرا الى ان المحادثات في استنى وفي جينيف تكمل بعضها البعض تكامل اعتبره ديمستورا شرطا لتحقيق اي تقدم نحن نعرف دور روسيا في تزوية الازمة في سوريا وهذه المحادثات مهمة بالنسبة لكل المشاركين ونرغب بان نناقش الدورة الحالية لمحادثات جينيف ونولي الاهتمام لدور محادثات استنى التي تعتبر مكملة لمحادثات جينيف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وعلى غير العادة التقى مع ديمستورا في اشارة روسية واضحة للعلاقة بين اجتماعات استنى ومحادثات جينيف وفي مؤتمر صحفي عرضت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الموقف الروسي العام وأكدت استمرار الجهود الروسية لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية إن روسيا تطبق تماما ما تم الاتفاق عليه في أستنى وروسيا تقوم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بيان أستنى بالتعاون مع الدول الضامنة وهي تعمل لخلق الأجواء الملائمة للحوار السياسي زخاروفا دانت العدوان الأمريكية في التنف والفبركات وحملات الأكاذيب التي تشنها وسائل الإعلام الغربية ضد روسيا والحكومة السورية بدلا من محاربة الإرهاب كلف المجلس الأعلى للسياحة برئاسة المهندسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وزارتي السياحة والمالية بدراسة الجدوى الاقتصادية والمالية للمنشأة السياحية الموضوعة بالاستثمار والتابعة لوزارة السياحة المزيد من التفاصيل في التقرير التالي كلف المجلس الأعلى للسياحة وزارتي السياحة والمالية بدراسة الجدوى الاقتصادية والمالية للمنشأة السياحية الموضوعة بالاستثمار والتابعة لوزارة السياحة لاتخاذ قرار حول جدوى عائداتها الاستثمارية لتحقق البعد الاقتصادي الوطني من هذه الاستثمارات وأوفق المجلس خلال اجتماعه برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بشكل أولي على مشروع أمريك للاستثمار والتطوير السياحي بطرطوس بالاتفاق مع شركة شامل قابضة تمهيدا لتصديق الاتفاق بشكل نهائي بعد معالجة بعض الملاحظات المطروحة وأبدأ عضاء المجلس ملاحظاتهم حول عدد من النقاط المتعلقة بتنفيذ البنية التحتية التي تصل لحدود المشروع والبرنامج الزمني للإطلاق والتنفيذ ومعالجة أي تبعات للمصاريف السابقة وعامل درجات الاستثمارة وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة المضيب المشروع بشرط تحقيق المصلحة الاقتصادية الوطنية منه أتلافي أي ثغرة قانونية أو غير قانونية ممكن أن تؤدي للتأخير في تنفيذ المشروع بجميع مراحله والالتزامات مقابل أي تأخير في التنفيذ المرحلية أو النهائية كما التقى المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة وناقش معهم عددا من القضايا المتعلقة بالواقعين على الخدمي والتنموي بالمحافظة التفاصيل في هذا التقرير التقى المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة ونقش معهم عددا من القضايا المتعلقة بالواقعين الخدمي والتنموي بالمحافظة وبينا المهندس خميس أهمية هذه الاجتماعات كونها تبلور رؤية عمل مشتركة بين مجلس الشعب والحكومة من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالواقع التنموي والاقتصادي والخدمي في جميع المجالات ومواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على هذه القطاعات وتركزت مطالبات الأعضاء حول قضايا تتعلق بمعاناة أبناء المحافظة من موضوع السفري عبر المطار وإلزام شركات الطيران الخاصة بتوحيد أسعار التذاكر والسماح للفلاحين بتسويق المحاصيل بغض النظر عن الديون المترتبة عليهم وتفعيل مركزي الصوامع والإعفاء من فوائد القروض عن عامي 2014 و2015 ومعالجة موضوع أراضي الإصلاح الزراعي التي لم تستملك حتى الآن وبين الأعضاء ضرورة الاهتمام بالجانب الخدمي وفق الإمكانات المتاحة وخاصة النظافة ومكافحة الأوبئة وتفعيل عمل الفرنين الآليين في الشداد وحل مشكلة الازدحام في المدارس بسبب زيادة عدد الطلاب في الصف الواحد وتأمين الطرق اللازمة لنقل الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي وتحسين وقع الكهرباء في المحافظة من خلال إعادة تأهيل محطة السويدية وفي معرض رده عن تساؤلات الأعضاء لفت المهندس خميس إلى أنه تم توجيه وزارة النقل لدراسة إمكانية تعزيز النقل الجوي إلى الحسكة بزيارة إضافية موضحا أن موضوع عدم تقيد طائرات القطع الخاص بأسعار تذاكر الطيران المتفق عليها قيد المتابعة وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لن تتخلى عن دعم محصول القمح لدوره في تعزيز الأمن الغذائي مؤكدا أن جميع المواضيع المطروحة محط اهتمام من قبل الحكومة ويتم معالجتها اتباعا طلع محافظ وريفي دمشق على واقع الخدمات والبنى التحتية في قريتي أفرى وحريرة المحرارتين في منطقة وادي بردا وذلك بالتزامن مع عودة الأهالي إلى منازلهم امتزجت دموع الحصرة عند أم محمد بدموع الفرح في عودتها إلى منزلها حالها كحال كل العائدين إلى بقايا بيوتهم في قريتي أفرى وهريرة المحرارتين في منطقة وادي بردا الله يخلي لنا يكون ويحميش شبابنا لعسكر كل أهلنا وإنتوا أهلنا وكل أيتنا سوريا دولة متينة بعزها وفشر كل من بده يهزها والبطال الحمد لله انتصر وانتصرت الدولة العربية السورية بإذن الله وهذا المتمنى نحن صارنا ثلاثة يام راجعين والأمور بخير الحمد لله وإن شاء الله الأحسان وهمت الجيش العربي السوري وهمت هاللمة الحلوة وهالعالم الحمد لله ترجع للبلد مثل ما كانت أحسن إن شاء الله والله يبارك بكل من عم سهم بعمار هالبلد عودة زامنتها جولة تفقوديا لمحافظ ريف دمشق علاء مونير إبراهيم وأميني فرعري في دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور همام حيدر للاطلاع على الواقع الحدمي للبلدتين بعد تحريرهما بفضل الجيش العربي السوري مؤكدين سعي الدولة بكل مؤسستها لتأهيل وإعادة بناء ما دمر وما خرب من قبل الإرهابيين عم نطلع شو بيحتاجوا أهلنا بهريرة مشان نقدم لهم رح تجيهم مساعدات غزائية رح تين المي رح نبعتها اليوم نبعت صهاريج دائمة لبين ما نأمن لهم المياه من آبار هون نحفر آبار ونأمن لهم المياه لتوصل لكل أهالي هريرة طبعا في وضع الخبز الفرن هلأ جزرناه كان الفرن وضعه سيء كمان لبين ما جهزنا وأهلنا الفرن رح نأمن كمان خبز لأهالي هريرة هلأ رح نجيهم أول شي رح نكون فيه تقدمة من المحافظة طريف دمشق نساهم فيها مع أهلنا هون لبين ما يرجعوا هن أعمالهم وأشغالهم ويقوموا ويرجعوا وإيدنا بإيدهم إن شاء الله بدنا نعمر هريرة وترجع أحسن مكانه بفضل الجهود التي وصلت هذه المنطقة إلى الأمن والاستقرار التي هي عليه الآن وكما وصل الجيش العربي السوري ستصل كل مؤسسات الدولة وستقدم كل الخدمات لهذه المنطقة على الرغم من الارتفاع الكبير لها وعلى الرغم من بعدها الكثير لكن سيصل كل الخدمات والبنى التحتية إليها من كهرباء ومياه ومواد معيشية وغزائية وغيرها من احتياجات المواطن اليومية رغم مرارة المشاهد وقصوة الحاضر التي تشيب الكثير من العمل المطلوب إلا أن لإرادة الحياة ولقرار البقاء الكلمة الفصل هنا تفقد وزير التربية هزوان الوزوى محافظ ريفي دمشق سير امتحانات الثانويات العامة في قرية الروضة في منطقة وادي برده هذه الامتحانات تسير بشكل جيد وأن الإجراءات التي اتخذت قبل بداية الامتحان كانت في المستوى الذي أريد منها أن تكون وهذا يدل على أن هذا الوطن دائما هو وطن متسامي ووطن يسعى دائما وفق توجيهات لأن تكون منارة العلم هي المنارة التي تتجه إليها البوصل في بناء سوريا زيارة مع رفاقنا دائما للأطمئنان على سير العامة الامتحانية وخاصة ما يتعلق سوية الأسئلة مدى شموليتها للمنهاج كاملا ويعني رفاقنا طلعوا على هذا الأمر أستطيع أن أقول بناء ورقة الأسئلة هو علم بحد ذاته وهذا الأمر تم مراعاته من قبل لجان وضع بنك الأسئلة في وزارة التربية فبشكل عام يعني اليوم استمعتم إلى طبعا الطلاب والطالبات في المراكز الامتحانية هناك ارتياح لسوية الأسئلة كان هذا المركز كانوا طلاب هذه المنطقة ينزلون إلى دماش إلى مراكز بعيدة عن المنطقة اليوم بعد أن تحررت المنطقة بالكامل وأصبحت المنطقة آمنة بشكل كامل تم افتتاح هذا المركز والطلاب خدموا في مدينة الروضة هنا والأمور تسير كما شفتم بشكل ممتاز دعا عضو القيادة القطرية ورئيس المكتب الاقتصادي القطري المهندس عمار اسباعي خلال جولة تفقدية إلى مدينة لاذقية دعا إلى تعزيز الندوات واللقاءة الاستثمارية وتفعيلها بشكل مستمر ليكون الجميع في موقع العمل والمسؤولية التفاصيل في هذا التقرير تحت عنوان الساحل السوري كبيئة جاذبة للاستثمار وخلال حضوره ندوة اقتصادية أقيمت بصلاة مرفأ اللاذقية دعا عضو القيادة القطرية ورئيس المكتب الاقتصادي القطري المهندس عمار اسباعي إلى تعزيز الندوات واللقاءة الاستثمارية وتفعيلها بشكل مستمر ليكون الجميع في موقع العمل والمسؤولية البلد لحاجة لجهود الجميع لحاجة لجهود كل الخيرين شكرا لكل من ساهم بهذا أو بهذه الفعالي رفيقنا أمين الفراء رفيقنا المحافظ رفاقنا فقهات الفراء رفاقنا المحاضرين الجميع مطلوب منهم الاستمرار أنا أتمنى أن تستمر هذه الندوات وهذه اللقاءات لا بل مستقبلا أن تأخذ المنحة العملي والميداني وحتى نلتقي مع الناس نتحسس هموم الناس ومساكلهم نحن رفيقي في حرب نحن نحارب الإرهاب نيابي على العالم نترحم على أرواح شهداء الوطن الذين لو لاهم لما كان هناك لقاء أو كان هناك وطن نحيي قواتنا المسلح الباسري وكل من حمل السلاح في وجه الإرهاب وعن زيارته للذقية التي شملت اجتماعات مع المعنيين في المحافظة وجولات على أسواقها أكد المهندس الإسباعي أن تلك الزيارات تأتي لرؤية المواطنين والاطلاع على الواقع مشيرا إلى أن ما رأاه عبر لقاءته مع المواطنين يدل على أن الوطن يتعافى بفضل سمود المواطن السوري نلتقينا بعدة أماكن سواء بالمكتب الاقتصادي أو بالملتقة الاستثمار أو حتى الآن هذا كله دليل على تعافي الوطن الحمد لله الأمور بخير الحمد لله مثل ما نكون شايفين الناس موجودين الناس يعني صامدة صامدة بوجه الإرهاب هذا اللي عام نعاني منه وإن شاء الله نحن منتصرين ما راح يبقى منتصرين يوقعنيون على أن المطلوب من تلك الملتقيات أن تأخذ المنح العملي والميداني والتوجه للمواطن السوري وتحسس مشاكله ومعالجتها في ظل الحرب الإرهابية غير مسبوقة التي تشن على سوريا ترجمة نانسي قنقر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين من مناطق عدة بالضفة الغربية ونقلت وكالة وفاة عن مصادر فلسطينية قولها أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال أسير محرر من قرية عينبوس قرب نابلس وشابا من قرية الجلماج همال جنين وثلاثة فتية مقدسيين بذريعة إلقاء الحجارة على سيارة إسرائيلية في منطقة الطور بالقدس المحتلة كما كثفت قوات الاحتلال نصب الحواجز العسكرية في محيط قرى وبلدات محافظة جنين وعملت على توقيف المركبات والتدقيق في هويات الركاب ما أعاق حركة الفلسطينيين صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية تكشف عن تقديم مجلس المستوطنات في الضفة الغربية مخاططا لبناء عشرات ألاف الوحدات الاستيطانية على أراضي الضفة الغربية المحتلة خليل إبراهيم في مؤشر على تواصل البناء الاستيطاني بالرغم من الاعتراضات الفلسطينية والدولية كشفت صحيفة يدعو تحرنوت الصهيونية إن مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة قدم مخاططا لمواجهة ما أسماها أزمة الإسكان في مستوطنتي جوجدان وتل أبيب من خلال بناء عشرات ألاف الوحدات الاستيطانية على أراضي الضفة الغربية المحتلة ووفقا الصحيفة فإن المخاطط الذي عرض في الكنيسة الصهيوني يقضي ببناء سبعة وستين ألف وحدة استيطانية على أراضي الضفة المحتلة ضمن مقترح قدم لوزير الاستيطان الصهيوني يؤاف جالنت لاستعاب نحو ثلاثمائة واربعين ألف مستوطن يأتي ذلك بعد يوم من مصادقة حكومة الاحتلال على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية بمناطق مختلفة بالضفة المحتلة وكان رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو قال إن كيانه يبني في الضفة ويخطط للبناء في كل أنحائها في إشارة منه إلى البناء الاستيطاني الذي تسارعت وطيرته بعد تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاريد الحكومة مصادقة سلطات الاحتلال على الوحدات الاستيطانية بمناطق في الضفة المحتلة تصعيد خطير في عملية الاستيلاء على أراضي فلسطينية جديدة سيكون بمنزلة الكارثة أولاً على صعيد أراضي المواطنين ومن ثم على صعيد فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها والقضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية في هذه المنطقة القوات العراقية تصد هجوماً لإرهابي تنظيم داعش قرب الحدود العراقية السورية وتقضي بمساندة سلاح الجو على العشرات منهم فيما يكشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن مقتل مئات نازحين من الموصل على أيدي التنظيم الإرهابية القوات العراقية المشتركة تواصل تصديها لتنظيم داعش التكفيري وتكبده خسائر كبيرة على الحدود العراقية السورية وذلك في عمليات نوعية قامت بها قوات اللواء الأول في الحجد الشعبي من خلال تصديها هجوماً فاشلاً نفذته مجموعة من الغماسي داعش قادمة من الأراضي السورية ما أدى إلى مقتل المجموعة بالكامل وحرق سيارات لهم بما فيها من معدات وأسلحة الطيران العراقي بدوره شرع بعملية قصف هي الأعنف على معاقل عصابات تنظيم داعش على طول الشريط الحدودي العراقي السوري غربي الأنبار ما أدى إلى مقتل العشرات منهم بينهم متزعمون وشمل القصف مناطق مختلفة من قضاء القائم غربي المحافظة وصولاً إلى منطقة التنف السوري لقطع طرق إمدادات الإرهابيين من هذه المناطق باتجاه المناطق الغربية للمحافظة في غدون ذلك أعلنت مصادر عسكرية مطلعة عن وضع أهلية لتكثيف الجهد الاستخباراتي والاتفاق حول أهلية أمنية جديدة تتمثل بمسك الأرض من قبل قوات الشرطة المحلية إلى جانب الجيش العراقي لمواجهة تنظيم داعش التكفيري بهدف تحرير الجانب الأيمن للموصل بالكامل تطورات تأتي فيما كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقاريره عن ارتفاع هائل في أعداد المدنيين العراقيين الذين يقتلهم إرهابي تنظيم داعش أثناء فرارهم من الموصل مؤكداً أن هناك تقارير موثوقاً بها تشير إلى مقتل أكثر من مئتي مدني منذ السادس والعشرين من أيار الماضي مئة الأشخاص يعودون إلى تظاهر من جديد في مدينة لحسيمة شمال المغرب وذلك مع انتشار كثيف لرجال الشرطة في المدينة تحولت مدينة الحسيمة المغربية إلى رمز للتظاهرات ضد النظام المغربي فالحراك الشعبي فيها مستمر منذ سبعة أشهر والمطالب بتنمية الريف الذي يعاني من الإهمال والتهميش حراك تطور خلال الأيام الأخيرة الماضية على وقع اتقال السلطات المغربية لقادة المتظاهرين وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي ذنبهم الوحيد أنهم حاولوا إيصال أصوات سكان الحسيمة إلى رئيس نظام الرباط الذي يسكن في قصره صاماً أذنيه عن مطالب شعبه مئات الأشخاص عادوا إلى التظاهر من جديد في الحسيمة مع انتشار كثيف لرجال الشرطة في المدينة حيث أفادت وكالة فرانس بريس بأن المحتجين نزلوا من جديد إلى شوارع حي سيدي عابد على شكل مجموعات صغيرة في المساء لكن شرطة النظام المغربي لا توفر فرصة لقمع المتظاهرين حيث انتشرت قوات الشرطة عند مداخل الحي المذكور لمنع وصول المتظاهرين إلى هناك محاولة تفريق المحتجين بالقوة والذين بدورهم رددوا هتافات طالبت بالعدل والحرية للمعتقلين وخاصة الزفزافي زعيم الحركة الاحتجاجية المتظاهرون يؤكدون أن هدفهم الرئيس الآن هو قيام سلطات الرباط بالإفراج عن المعتقلين السياسيين إضافة إلى تنمية الريف المهمش منذ عقود أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن تصاعدت بشكل خطير لتتجاوز مئة ألف حالة منذ بدي ظهور المرض في نيسان الماضي ونقلت ريترز عن المتحدث باسم المنظمة قوله إن البلاغات بشأن انتشار المرض تجاوزت مئة ألف حالة فيما سجلت أو سجلت حوالي ثمانمائة حالة وفاة في تسعة عشرة محافظة حتى الآن ويعاني النظام الصحي في اليمن من نقص الأدوية بسبب العدوان السعودي المستمر على البلاد منذ أكثر من عامين والذي تسبب بتدمير البناء التحتية في القطاع الصحي بشكل كبير نبقى في اليمن حيث قتل العدد من مرتزقة العدوان السعودي وجرح آخرون في قصف مدفعيا وصاروخيا نفذه الجيش واللجان الشعبية على تجمعاتهم في عدة مناطق يمنية ردا على جرائم العدوان السعودي الأمريكي المروعة بحق المدنيين اليمنيين نفذ الجيش واللجان الشعبية اليمنية قصفا مدفعيا وصاروخيا على تجمعات المرتزقة في عدة مناطق مصدر عسكري يمني أكد أن أربعة من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم بمنطقتين الجحملية وجر في تعز لافتا إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في يختل شمال المخى ما أدى إلى تدمير آلية وسقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوفهم وبالتزامن مع ذلك استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات لجنود النظام السعودي في نجران وأوقعوا عددا من القتلى والمصابين في صفوفهم من جانب آخر وصل طيران النظام السعودي ومرتزقته عدوانهم على الشعب اليمني وقصف الأسواق والطرق والمنشآت العامة فيما استشهد الطفل جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على منزل في حي صفتل بمدينة تعز النظام السعودي وحلفائه يشنون منذ نحو ثلاثة أعوام عدوانا على اليمن يستخدمون خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحة وتدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية في اليمن وسط تعامل مجتمع الدولي عن جرائم العدوان السعودي الأمريكي أكد رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الدكتور عبد الحميد دشتي في مداخلة حول الفقر المطقع وحقوق الإنسان في جنيف أن الشعوب في دول الخليج العربي تقاد إلى الإفقار من خلال نهب منظم لثروات شعوبها تحت تسميات متعددة مشيرا إلى أن السعودية ورغم تحديات الفقر دفعت للولايات المتحدة مئة المليارات من الدولارات بقرارات فردية وكانها أملاك خاصة نعم إنه خطر فعلي يصبح نظام حقوق الإنسان عاجزا عوضا عن ابتداء وابتكار سبل الخلاقة ونظيف أن الرأي السائد اليوم على الصعيدين العالمي والوطني وفي دول الخليج العربية خاصة من أن الشعوب هناك تقاد إلى الإفقار من خلال نهب منظم لثروات شعوبها وتحت تسميات متعددة تشترك فيها دول كبرى ذات مصالح مباشرة مع أنظمة الحكم ومؤسساتها وبعض رجالات سياسة والأعمال فيها والعالم كله شاهد قبل أيام كيف حصدت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع بريطانيا الحامية لأنظمة الدول الخليج وفقا لاتفاقيات عديدة والتي لا يمكنها الانفراد بأخذ القرارات المصيرية إلا بموافقتها ففي السعودية وفي ظل انعدام الشفافية ومع وجود الإشكاليات والتحديات بشأن الفقر فيها تدفع 480 مليار دولار بقرارات فردية وكأنها أملاك خاصة في ظل شحن الأجواء العامة التي تقود قد تقود إلى حرب رابعة في الخليج من أجل نهب المزيد من الثروات من شعوب هذه الدول مما يؤدي إلى الإفقار فهل هناك آلية لفضح المتآمرين والتصدي لهم وفق الآليات الأممية اليوم لم أسمع أي اعتراض من دولة قطر دفاعا عن السعودية كما سبق لممثلها في هذا المجلس أم فعل لأن اليوم قطر تدفع أثمانا باهظة وشعبها الشقيق يحاصر برا وبحرا وجوا من السعودية ليسقط بذلك شعار أن الشعوب الخليجية ترتبط بوحدة الهدف والمصير تتسارع الأحداث في الخليج ويأخذ الصراع بين نظامي الدوحة والرياض أشكالا مختلفة فبعد أن اقتصر الأمر في البداية على الحرب الإعلامية يتعده اليوم إلى التلويح بالضغط العسكرية خلافات مشيخة قطر مع النظام السعودي أفرزت استفافات وتحالفات اتجه بعضها نحو البعد العسكري النظام الوهابي في السعودية لوح بالضغط العسكري على النظام الإخواني في قطر فما كان من النظام الإخواني في تركيا إلا وسارع لاتخاذ خطوة تمثل رسالة عسكرية بأن أنقرة مستعدة للدفاع عن المشيخة في الدوحة البرلمان التركي أقر مشروع قانون يسمح للحكومة بنشر وحدات من القوات المسلحة في أراضي قطر وذلك بالتزامن مع تحذيرات قطرية من أنها سوف تتصدى لاقتراب أي سفن من سواحلها منذ بداية الصراع بين الدوحة والرياض ظهرت بشكل واضح ارتباطات النظامين بالمجموعات الإرهابية في سوريا حيث وجه كل من النظامين اتهامات بدعم الإرهاب وذلك في تأكيد جديد على تورطهما معاً بدعم التكفريين وهي حقيقة طالما نبهت لها الحكومة السورية على مدار سنوات الأزمة واليوم تفرز الخلافات الخليجية استفافاً إخوانياً في مواجهة التيار الوهابي فيما توزعت أدوار داعمي الإرهاب بين الطرفين المتنازعين في محاولة للإبقاء على أوراق التخريب في يد تلك الجهات هكذا يأخذ صراع داعمي الإرهاب أبعاداً تقترب من حدود الصدام والمواجهة المباشرة خاصة وأن نظامي الرياض والدوحة يتنافسان على الإمساك بخيوط دعم التكفريين في المنطقة وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواز ظريف رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاعتداء الإرهابيين الذين تعرضت لهما طهران أمس بالبغيض ظريف كده في تغريدة له على تويتر أن بيان البيت لبيض البغيض وعقوبات مجلس الشيوخ الأمريكي تأتي في وقت يواجه الإيرانيون الإرهاب المدعوم من الأمريكيين مضيفاً أن الشعب الإيراني لا يقبل الدعاء أمريكا بأنها صديقة للشعب الإيراني تبعد رئيس لجنة شؤون الحفاظ على السلام في كوريا الديمقراطية اليابان بأنها ستتحول إلى رماد قبل أن يفعل ذلك أو يفعل ذلك بالولايات المتحدة تحاول اليابان من جديد محاصرة بيونج يانج واستفزازها من خلال تأكيدها على تحالفها الراسخ مع واشنطن أمر ليس بالجديد ولكن المستجد فيه التأكيد على عزل كوريا الديمقراطية تحركات دفعت برئيس لجنة شؤون الحفاظ على السلام في كوريا الديمقراطية إلى رد بلهجة تهديدية لليابان بأنها ستستحل رماداً قبل أن تواجه الولايات المتحدة المصيرة ذاته بكالة الأنباء المركزية في يونج يانج نقلت عن المسؤول قوله إنه إذا كانت اليابان قلق بالفعل بشأن أمنها فيتوجب عليها الامتناع عن السياسة العدائية ضد كوريا الديمقراطية وأن تبعد عن أراضيها القواعد الأمريكية وعليها أن تذكر أن الأرخبيل يمكن أن يتحول إلى رماد قبل أن يحل هذا المصير بالولايات المتحدة في حال حدوث ظروف غير متوقعة وأن هي وصلت التصرف بهذا الشكل العزائي المسؤول الكوريا الديمقراطي ذكر اليابان بأنها دولة من الجزر ويجب أن لا تنجر إلى مغامرات في مواجهة دولة نووية لا تقهر ولا ترحم حسب تعبيره تصريحات وتصريحات مضادة أتت في وقت أطلقت بيونج يانج صواريخ يرجح أنها أرض بحر مضادة للسفن وقصيرة المدى من منطقة وونسان في إقليم كانغون نحو بحر الشرق بيونج يانج قامت في الأونة الأخيرة بتطوير صواريخ أرضية مضادة للسفن وطويلة المدى ودقتها عالية بهدف تدمير السفن البحرية لأي قوان معادية قد تستهدف حدودها أو مياهها الإقليمية حتى لو كانت بمستوى حاملات الطائرات أعلن المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تنظر بعين الريبة والقلق إلى توسع حلف شمال الأطلسي شرقا باتجاه حدودها معكدا أن موسكو تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قولها أن موسكو تتعامل تقليديا مع عملية توسيع الناتو باتجاه حدودها بعدم ثقة وقلق مشيرا إلى أن هذه الخطوات تهدد أمن موسكو وتوازن القوى في المنطقة الأوروبية الآسيوية وأكيدا أن بلاده ستتخذ جميع التدابير الضرورية لإعادة التوازن في المنطقة وحماية مصالحها وأمنها قتل ستة إرهابيين من حركة طالبان وصب ثمانية آخرون في اشتباكات مع القوات الأفغانية بإقليم قندوس شمال أفغانستان وكالة الأنباء الصينية شنخو نقلت عن الجيش الأفغاني قوله إن القوات الأفغانية نفذت عمليات عسكرية في منطقة إمام صهيب واشتبكت مع إرهابيين من طالبان مع دايلة مقتل ستة منهم وإصابة ثمانية آخرين توجه البريطانيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البريطانية المبكرة وسط منافسة محتدمة بين الأحزاب السياسية وذلك للفوز بمقاعد البرلمان ولإدارة البلاد التي تواجه خطر إرهاب ضربها في أكثر من مكان جيانا مرشدها مكانة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في يوم الانتخابات لم تعد كما كانت تخطط لها فاستطلاعات الرأي تشير إلى تراجع نسبة تقدمها في الانتخابات البريطانيون بدأوا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي دعت إليها ماي لتعزيز موقفها في المحادثات المرتقبة للاتفاق على تفاصيل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وسط إجراءات أمنية مشددة في مختلف أنحاء البلاد بعد هجومين شنهما إرهابيون وأسفراع المصرع ثلاثين شخصا في منشستر ولندن شكرا جزيلا لمجيئكم هنا اليوم إنه يوم لديمقراطيتنا لقد صوتت لتوي وأنني فخور جدا بحملتنا الانتخابية وفي الشمال يأمل الأسكتلنديون في الحزب الوطني الإسكتلندي في الإبقاء على هيمنتهم في برلماني ويستمينسر لمواصلة الدعوة إلى استفتاء حول الاستقلال لقد ركزنا اليوم على الخروج والتصويت تصويت الحزب الوطني الإسكتلندي هو الطريقة الوحيدة لضمان أصوات قوية لإسكتلندا أما الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة تيم فارن فيأمل في تحسين تمثيله في هذه الانتخابات ستمائة وخمسون مقعدا ينتظرون برلمانيين جدد في مجلس العموم البريطاني فمن سيقلد بالفوز في هذه الانتخابات سؤال تجيب عليه صناديق الاقتراع الأربعين ألفا عندما يتم فتحها وتعلن نتائجها أكد البيت العبيد دعمه مشروع قانون يطلق أيدي الاستخبارات الأمريكية في التجسس على الاتصالات الإلكترونية بين الأجانب قرار جاء بعد دعوة مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس إلى سريان مفعول هذا القانون بدعوة تصدي لما وصفها بالتحديات التي تواجه أمن الولايات المتحدة القومية كل من يدخل الولايات المتحدة هو مراقب هذه هي وظيفة مشروع قانون أثار الجدل إثر إعلان البيت الأبيض دعمه القانون يطلق أيدي الاستخبارات الأمريكية في التجسس على الاتصالات الإلكترونية بين الأجانب داخل الولايات المتحدة رغم تحذيرات كثيرة من مخاطر المراقبة الجماعية كالتي كشف عنها المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن والذي كشف فضائح تجسس الاستخبارات الأمريكية المشروع يقضي كما أتى بالفقرة 702 من قانون الرقابة على الاستخبارات الأمريكية بجمع معلومات عن الاتصالات بين الأمريكيين المتحدرين من أصول أجنبية والتي تجري عبر شبكات خدمات الاتصال والإنترنت الأمريكية مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس طالب بسرايان مفعول الفقرة المذكورة على أساس دائم بدعوة تصدي لما وصفه بالتحديات التي تواجه أمن الولايات وحلفائها مستشار رئاس الأمريكية لشؤون المدد الداخلي الأمريكي نوم بوسيرت اعتبر الفقرة 702 من الآليات الأكثر فعالية لكشف ومنع التهديدات مطالباً الكونغرس بتأدية دوره لجعل أمريكا آمنة حسب ما يرى جدل حاد بين المشرعين الأمريكيين بعد أن سلم إليهم مشروع القانون الذي يقضي ببدء سريان مفعول الفقرة 702 على أساس دائم 14 نائماً عن الحزب الجمهوري دعموا المشروع الجديد بينما أصر معارضوه على الرفض لأن الفقرة المذكورة تطلق يد الاستخبارات الأمريكية وتتيح لها جمع معلومات شخصية عن نشاط الملايين بغير تفويضاً من المحاكم تذكيرنا بعناوين الساعة الأخيرة في اتصال هاتفي مع الرئيس روحاني الرئيس الأسدى يعز إيران حكومة وشعباً بشهداء العمليات الإرهابية الأخيرة وحدات الجيش تسيطر على مناطق وقرى في ريف دمشق الشرقي وريف تدمر الشرقي وريف الرقى الغربي وتأجيل اجتماع ياصن المقبل بشاني سوريا إلى العشرين من الجاري بشكل مبدئي إلى اللقاء اشتركوا في القناة